السلام عليكم ورحمة الله سعال وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم معايا اليوم كيفما كتشوفوا غدين قدوا محبوبة الجماهير أو ريشبونت اللي كتجي أكثر من رائعة بدون زبدة وكذلك بواحد المضاق اللي كيجي فيها أكثر من رائح صراحة أول مرة كنتستعملوا فيها ولكن جاء خطير وبكمية ما شاء الله كتيرا نتمنى أنكم تجربوها وتنال إعجاب ديلكم وذا بنخليكم مع المقادير والطريقة إذن على بركتي لك فيما كتشوفوا معي اليومان قدوا ريشبونت بالمضاق ديال البرتوقال اللي جات خطيرة نتمنى أنكم تجربوها بهذا المضاق يمكن لكم طبيعي الحال تبدلوا أي نوع إذن طريقة ولا أسهل نجلبو الكأس الخلاط الكهربائي لدي هنا أربعة الحبات البيض يكونوا بالحجم كبير إذا كانوا صغارين نضيفو خمسة كذلك نضيفو كاس و نصف ديال السكر حبيبات نضيفو كاس العنبة يمكن لكم ديرو حتى جوج كيسان اللي كيبغي الحلاوة ولكن باقي نضيفو كاس و نصف كافية ونضيفو كيسان العنبة ديال زيت المائدة جوج كيسان صافي و هاد الخليط غادي نطحنو مزيان 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 بمولينيكس نحسب أنه السنيدة أو لسكر حبيبات دابولية إذن من بعد هذا هو الخليط فيما كتشوفو اللي تحصلت عليه بها الطريقة كيجيس سهلة ما كتخلطوش البيض مع السكر كي يخطليكم من بغس فقط بالخلاط الكهربائي أو للخلاط اليدوي مهم هنا يضفت عفوان قبيصة ديال الملح و كمياء من قشور ديال البرتوقال ممكن لكم ضيفو حتى النك هديال البرتوقال اللي كيجي على شكل جيل فقط قدرت تبدليكم شوية اللون ديال العجين هناك تفيت بالقشور ديال البرتوقال لاني بقي عادي نستعمل النك هات البرتوقال في أماكن خرى أو لف خالط آخر إذن استعملت هنا يجوش خمارات الحلوة من فئة 8 كرام عندي هنا 16 كرام في المجموع و كذلك الضقيقة لحسابة الخالط كيف ممكن عارفو كاملين الخالط ديال تريش بوند أولا هات الحلوة هدي ما تيكونش أطقيل كيكون خفيف شوية بحكم أن ما فيهاش الزبدة ما نقصحوهاش و كتجي رائعة كتدوب في الفوم إذن هدي نستمر على هكا ديالما قندف الدقيق و أنا كان غرب لهم طبيعة الحال حتى كنتحصلوا على القوام اللي حنا يمحتاجينه يمكن لكم عفو أن تتنكه هاد الحلوة باش ما بغيتو كيف مسبق لي أذكرت بالنسبة لي بحكم أنه درت المضاق للبرتوقال غادي ندير كيميا من فيرميسيل أو لشعرية ديالشوكلاة الأسود باش يجيني داك المضاق ديالشوكلاة والبرتوقال اللي كي يجيو أكثر من الرائعين كيتواتوا مع بعضياتهم صراحة درت هاد الكيميا و لكن كان علي ندير كتر ما بينش المضاق ديالشوكلاة بالزايف ما يمكن نخلط وباقي مطابعة الحال غادي نضيف الدقيق يمكن ليكم ديروها تبن كهات الحامض كجيتها هي بن كهات الحامض زوينة أو لب بالفاني إنه كيبقى ليكم طبيعة الحال الاختيار إذن هدي هي العجينة كيف ما كتشوفوا القوام ديالها كتكون نرتطبع ارتبع على الصابلي ارتبع على العجينة ديالة الصابلي هذا هو القوام وبالنسبة للحجم كيبقى ليكم الاختياري لكتو غادي تلسقو جوجاز أو اللي هتخليوها وحدة بالنسبة لي انا ما غاديش اللسق هنخلي غير هكايا هدي نكور على الشكل لكتو غادي تلسقو طبيعة الحال جوج كتديرو يعني الحجم يكون أصغر من هكالي إنها كتنتافخ في الفران كديتنتافخ على هكايا صافيكا مستمر القوام فيما كتشوفو خفيفة شوية ضرور خاسكم تديرو ليها القوام يكون خفيف يلكتو غادي تلسقو مع بعض يسنديرو حتى قد هذا الحجم يعني رح كتنتافخ ومنها تلسقو جوج يلا كيجي الحجم هو هدك إذا غادي نكورها وغادي ندخلها الفران اللي غادي يكون سخون مسبقا على عفيتكم متوسطة تاخد وقتها في الطياب وهذا هو الشكل ديالك فيما كتشوفو رح فقط الإضاءة اللي أنا سيبتها طيبتها بالليل حاولو أنكم تطيبوها تتاخد الشكل الدهبي ما تطيبوهاش أكتر من القياس وصفي هذا هو الشكل أولادي هي الكيمية اللي تحصلت عليك فيما كتشوفو الكيمية لا بأس بيها تبارك الله يمكن لكم تديروها طويلة فيما كتشوفو ولا يمكن لكم تديروها دائريا طيب الحلاجين نراكم كتتحكموا فيها الشكل اللي بغيتو هذا هي الكيمية اللي تحصلت عليها سوف نحطها جانباً أنا رح بردت اللي يمطة بالحال ضروري تخلي واحدة تبرد وعندي هنا يا المربا أو الكوفيتير الجاري بالنسبة لي أنا أنا خديته على أساس الجاري القسفية طروفة وطحنتهم هادي الكيمية مهم خديت تكتخذو الكيمية عنكم ميزانكم خديت واحدة بورتقالة لأنني حكيت أنا جوج بورتقالة خديت وحدة وعصرت العصير ديلها واللي استعملته هنا يضحتو في الكوفيتير وكذلك غادي نضيف شوية من نكرة ديلة البرتقال اللي كجي لاشكل جيل كتعطي المضاق ديلة البرتقال باين كي يجيل مضاق خطير ورائع نتمنى أنكم نجربوها بهذه الطريقة سوف نرفق العافية حتى يبدأ يغلي يغلي لي شوية بحكم أنه في العصير للبرتقال غا يغلي سوف نحطه جانباً حتى يبرد فيما كتشوفو ده هو القوام دياله صافي غادي ناخد الحلوة بالنسبة الكوك يمكن من الأحسن ما تاخدوش الكوك اللي يرقيق خدو يكون شوية غليط باش يبال لكم في الحلوة ويمكن لكم تضيفو حتى فيرميسيل أو لشارية ديلة الشكلات مع الكوك تخلطوه مع بعضياتهم وتفندو الحلوة ديلتكم أنا هي غادي نخلطها في الكوفيتير وما غاديش نخليها مدة طويلة وخما فيها شف الزبدة ما تحتاجوش أنكم تخليها مدة طويلة في الكوفيتير لأنه كترتب وكتولي كتر من القياس الرطبع إلى طويلتها في الكوفيتير أو في المربع بالنسبة المربع نحن درت المربع ديال المشميش هو الأغلبية اللي يكون في النوعية ديال الكوفيتير الجاري أو ديال الكوفيتير الخاص بالحلويات سافي كان نبدأ نسفي ونحط في الكوك تنستمر على كتك نكمل كمية كاملة سافي كان نخلط كيفما سبق لذكرت ما تخليهاش مدة طويلة في الكوفيتير كان في الند الحلوة ديالتي كتجي أكتر من رائعة مطبيعة لحل من الأحسن وكيفما جميع كيعرف أنها ريشبوند تكتبات عادة باش كتجي بالمعداق رائع كتشرب ديال المربع وكترطب ندرتها بالليل احتلغت ليه في الصباح عادة باش عطيتها الوليداتي تناولوا منها بالليل منطبيعة لحل ما قدوشي صبر حتى الغدلي تناولوا منها شي حبات بالليل ولكن الغدلي في الصباح عادة باش كي يكون القوام ديالها أكتر من رائع هدي هي الحلوة ديالتي منطبيعة لحل ما شي ديالكيمية كاملة اللي تحصلت عليها بالنسبة لطريقة الاحتفاظ بها بحكم أن فيها الكوك سهل أنها كتكون فيها ريحة ديالت الكوك غامل بالنسبة للقوام كيف مما كتشوفوا رح كتجي كتدوب في الفم أيها شيشة بالنسبة الاحتفاظ طريقة الاحتفاظ عندكم جوج طرق هي إما غدي تاخدوا واحد الكيمية اللي غدي تسلكوا في واحد الفترة وتديروها كتفينيوها بالمربع والكوك وكتخليوا ما تبقى يعني هكا كناشف حتى كتحتاجوه وكتعودوا تفينيوه يعني رح كتر طب ما كيوقع لها والو أولا كتفينيو الكيمية كاملة اللي عندكم وكتاخدوا الكيمية اللي غات تسلكوا خارج تلاجة وما تبقى كتديروه في المجميد رح كتبقى كيف ما هي ملي كتخرجوها كتدكونجولا كتتلقوها بحل يالله طيبتوها أتمنعنكم تجربوها بهالطريقة الإعجاب دلكم ودمتم في رعاية الله الذي لا تطيع ودائع